بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثالث من الشبتر الرابع بعنوان Multi Views from Isometric سوف نوصل مسألة المساقط وهنتكلم على النقطة التالية Tangent and Intersection يعني مسألة التماس والتقاطع هنا عندنا قاعدة بتقول No line is formed when curved surface tangent to a plane surface يعني ايه لو اخذنا المثال التالي هذا المنظور بتاعنا وحاولنا رسم المساقط ونظرنا في الاتجاه هذا هنتحصل على ايه على Elevation هذا Elevation بتاعنا لو نظرنا من هنا هنتحصل على ايه على Right Side View ولو نظرنا من فوق هنتحصل على ايه هنتحصل على البلان هنا عندنا Plane surface هذه البلان surface بتاعنا وهنا عندنا ايه عندنا Curved surface هذه البلان surface وهذه الكربت surface في الحالة هذه القاعدة بتقول ايه No line formed when curved surface tangent to a plane surface يعني هنا فيه تماث بين السطحين هنا لو نظرنا من فوق مش هنرسم خط هنا يفصل بين السطحين ده خطر يعني هنتركها كده بدون ما نرسم خط فاصل هنكتب هنا No line الحالة الثانية انه هنا كمان عندنا ايه عندنا tangent بين Plane surface هذه وال Curved surface لو نظرنا في الاتجاه هذا عشان نرسم Right Side View كمان مش هنرسم خط فاصل بين السطحين يعني هنا مش هنرسم لو رسمنا خط هنا حيكون ايه خطأ يعني مفيش خط فاصل بين السطحين القعدة الثانية بتقول ايه بتقول No or line is formed line is formed when Curved surface intersects هنا فيه تقاطع Plane Plane surface يعني لما يكون فيه تقاطع بين Plane surface and Curved surface Plane surface Curved surface فيه تقاطع زي هنا هنا في Plane surface وهذه Curved surface هذه Plane surface وهذه Curved surface في الحالة هذه لما نيجي نرسم البلان بتاعنا هننزل النقطة هذه كده تحت ونرسم ايه نرسم هذا الخط الفاصل بين السطحين السطح ده والسطح ده يعني في الحالة هذه محتاجين نرسم الخط ده كمان لو نظرنا في الاتجاه هذا عندنا هنا intersection وفي الحالة هذه محتاجين ايه نرسم هذا الخط الفاصل بين السطح ده والسطح ده هناخذ مثال ثاني يتعلق بمسألة التماس tangent و intersection التقاطع هناخذ المجسم ده هنا عندنا في النقطة دي عندنا tangent تمس هنا عندنا تمس وهنا كمان عندنا ايه عندنا تمس وهنا كمان عندنا ايه عندنا تمس لو جينا ولكن هنا عندنا ايه عندنا intersection يعني لو جينا نرسم right side view وننظر من هنا الخط النقطة هذه هتمثل ايه هنا هتمثل خط يعني محتاجين نرسم ايه خط يفصل بين السطح ده والسطح ده ليه لانه في النقطة هذه عندنا ايه عندنا تقاطع بتاع سطحين لو نظرنا او اخذنا المثال الثاني ده هيكون عندنا ايه هنا هيكون عندنا لو نظرنا في الاتجاه هذا هيكون عندنا خط فاصل بين السطح خط فاصل بين السطح هذا اللي فوق والسطح ده يعني محتاجين نرسم الخط هنا عندنا plane ولو نظرنا من فوق هيكون ايه هيكون كمان في خط هنا فاصل بين السطحين بين السطح ده والسطح ده يعني محتاجين نرسم الخط ده في الحالة دي هناخذ مثال ثالث هنواصل مع مسألة التنجنت والانترسكشن مسألة التماس والتقاطع بين سطحين هناخذ المنظور بتاعنا ده المجسم ده وهنحاول ايه نرسم ايه المساقط ده عندنا الاليفيشن بتاعنا وده البلان ولو حاولنا نرسم ايه الرايت سايد بيو هيكون عندنا الشكل التالي هذا المفروض الخط ده هو الخط هذا والخط هذا العمودي هو الخط العمودي ده نواصل لرسم الرايت سايد بيو بتاعنا وهنحاول ايه نرسم الاستوانة هذه الاستوانة بتاعنا المفروض هذه الاستوانة لو نظرنا ايه بالنسبة للسايد بيو لو نظرنا في الاتجاه هذا هنرسم ايه هنرسم المربى هذا هذا المربى بتاعنا بعدها في المجسم بتاعنا عندنا ايه عندنا هذه نقطة تماس وهذه نقطة تماس هذه نقطة تماس في نقطة من ناحية التانية مخفية لو جينا نرسم الرايت سايد بيو مش هنرسم خط تفاصل هنا لانه هنا عندنا ايه عندنا تماس لو رسلنا كده هيكون ايه خطأ لازم نشيل الخط ده بس هنرسم ايه هذا الخط الافقي اللي يمثل ايه اللي يمثل الاستوانة بتاعي من نقطة هذه للنقطة هذه لو نصرت نظرت كده هرسم ايه هرسم بس خط كمان هنا مش هرسم خط ليه لانه عندي تحت هنا عندي ايه عندي تمس خلينا ناخد مثال اخر اللي هو هذا المجسم بتاعنا وهذا ايه وهذا البلان وحنحاول ايه نرسم الرايت سايد بيو المفروض هذا الشكل بتاعنا الخط هذا بيمثل ايه الخط ده بيمثل الخط ده والخط هذا العمودي بيمثل هذا الخط العمودي حنوصل من نرسم الاستوانة بتاعنا المفروض هنتحصل على هذا المستطيل هذه الاستوانة بتاعنا لو نظرناها في الاتجاه ده حنرسم ايه؟ هنرسم مستطيل هنا عندنا ايه؟ عندنا تمàs وهنا عندنا تماز يعني مش محتاجين نرسم في الال counties بتاعنا هنا ال new line هنا و ال new line هنا مش محتاجين نرسم خط كمان في Right Side View لو حبينا ننظر في الاتجاه هذا ونروح لل Side View مش هنرسم خط هنا لو رسمناه هيكون ايه خطأ ليه لأنه هنا عندنا ايه عندنا تماث